أربعة وثلاثون عاما مرت على رفع عالم مصر على أرض طابة معلنا عودة المدينة للسيادة المصرية بعد جهود دبلوماسية سبقتها تضحيات عسكرية على أرض سيناء بتلك المناسبة تحتفل محافظة جنوب سيناء بهذه الذكرة وسط حضور شعبي وعرض للموسيقات العسكرية وإجواء احتفالية بساحة العلم جسدت مشاعر الفخر والعزة والنصر بعودة الأرض والمزيد عن أجواء تلك الاحتفالات يستعرضها لنا الزميل محمود جميل أهلا بكم وبكل أسادة المشاهدين أرحب بكم من مدينة العزة والنصر من مدينة طابة بجنوب سيناء نتابع معكم الاحتفالات بالذكرة الرابعة والثلاثين الاسترداد طابة التي تؤكد جهود الدبلوماسية المصرية التي أعادت هذه الأرض مرة أخرى في 19 مارس عام 1989 هذه الاحتفالات التي بدأت اليوم برفع العلم وعصف الموسيقى العسكرية بحضور اللواء خالد فودا محافظ جنوب سيناء وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي جنوب سيناء الذين يحرصون دائما على الحضور في هذه الساحة لتكسيد الفرحة والفخر والعزة والنصر بهذه الذكرى الغالية على قلوب المصريين الاحتفالات هذا العام في هذه الذكرى تتميز بأنها تتوجه إلى دعم الأسر الأكثر احتياجا بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك حيث تدعم محافظة جنوب سيناء وتخصص نفقات هذا الاحتفال لدعم هذه الأسر من خلال عدد كبير من السلع الجذائية الأساسية لتقديمها للأسر الأكثر احتياجا في كل مدن وقرى محافظة جنوب سيناء حيث خصصت محافظة جنوب سيناء وقررت أن تدعم ما يقرب من 1500 كارتون بها السلع الجذائية الأساسية للمواطنين بالإضافة إلى جهود التحالف الوطنية للعمل الأهلي الذي يقدم مساعدات من خلال مبادرة كتف في كتف في محافظة جنوب سيناء من خلال 11 قاطرة وصلت إلى جنوب سيناء محملة بأكثر من 400 طن من السلع الأساسية والسلع الجذائية لتقديمها لكل أهالي جنوب سيناء هذا بالإضافة إلى الاستمرار في المشروعات التنموية التي تتم على أرض جنوب سيناء يعني محافظ جنوب سيناء افتتح بالأمس طريق مبارك دهب وأيضا مسجد الهدى بمدينة دهب بالإضافة إلى المشروعات المستمرة على أرض محافظة جنوب سيناء هذه الاحتفالات أيضا شارك فيها مواهب كثيرة من شباب وأطفال محافظة جنوب سيناء قدموا فيها عدد من المواهب سوافي الشعر أو الغناء كل الأهالي هنا معتزين وفخورين بهذه الذكرى الغالية على قلوب كل المصريين وهذه تغطية لما تم اليوم في الاحتفالات بساحة العالم على أرض مدينة طابة كل عام وكل المصريين بخير وأهالي سيناء بخير بمناسبة العيد القومي لجنوب سيناء وذكرى استرداد طابة برجع لكم مرة تانية في الأستوديو